اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة التي تدعم أسس ومبادئ الدمقراطية في دولة المؤسسات والقانون سعدنا اليوم بافتتاح دور النقاد الثالث من الفصل تشريع السادس الذي تفضل صاحب جلال المعظم بالقاء الكلمة السامية في هذه المناسبة والتي أكد فيها على محاور بالنسبة لنا نحن كسلطة تشريعية وتنفيذية نتكلم فقط من نسان السلطة التنفيذية ولكن حتى السلطة التشريعية يعتبر هذا الخطاب خرض الطريق نتلمس منه من خلاله وضع الخطط لتنفيذ ما جاء في الخطاب السامي جلالته يركز دائما على المجال المحلي الوطني والمجال الإقليمي وأيضا مجال الدولي خارطة طريق جديدة خطتها كلمة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه تسير وفقها السلطة التشريعية في مملكة البحرين لتحقيق كل النجاحات والإنجازات التشريعية لمواصلة مسيرة الخير والنماء من أجل رفعة ونهضة مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة خطاب الملك السامي طبعا يضع لنا خارط الطريق وجميع الأشياء المهمة اللي ممكن نرتكز عليها بالنسبة لعمل التشريعي في الفترة المقبلة نحن ثمن توجيهات حضرة صاحب جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه فيما يعزز أهمية تعزيز الوحدة واللحمة الوطنية بين جميع أبناء الوطن بما نحن ممكن نساعدها من القوانين والتشريعات الممكن نساعد في تأصيل هذه الموجودة فعلا بين أبناء الوطن وشلون نحن ممكن نعززها في المرحلة المقبلة لأنها رح تنعكس على أمن واستقرار مملكة البحرين كلمة جلالة الملك اليوم مسار طريق للسنة القادمة إن شاء الله من فصلة السادس من دور الانعقار الثالث بدنا الله اليوم رسمة عديد من الأطرحات أبرزها الوضع المعيشي للمواطنين والتوافغات التي ستنبني بين السلطة الشرعية والسلطة المفيذية هناك ملفات كثيرة أبرزها ملف الميزاني العام للدولة وملف الدعوم هذه الملفات طبعا ضرورية وأوضاة أولوية للشعب البحرين والمواطنين رؤية حكيمة ومضامين رفيع وتوجيهات سليدة تضمنتها الكلمة السامية لجلالة الملك المعظم في كافة مسارات العمل الوطني للمرحلة المقبلة تعول على دعم مسيرة العمل التشرعي والوطني في مملكة البحرين لفتح المزيد من الآفاق لمسارات التنمية والازدهار في المجالات كافة فصل تشرعي جديد فصل من فصول المسيرة الديمقراطية البحرينية الناهضة والعمل الوطني المثمر مع بدء دور الانعقاد الثالث من الفصل التشرعي السادس لمجلسي الشورى والنواب تتواصل الجهود نحو أفاق أوسع خدمة للوطني والمواطن وضمان استدامة التنمية والازدهار في شتى المجالات خالد العون لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ترجمة نانسي قنقر